أمنح الكلمة لمعالي الأمين العام السيد أنطونيو جوتيريش سيدي الرئيس بعد إذنكم سوف أقدم مقدمة وبعد ذلك أطلب بإيجاز الإحاطة مجلس الأمن بالموقف على الأرض السيدات والسادة أصحاب المعالي إن الموقف في الشرق الأوسط يتحول من سيء إلى أسوأ على مدار الساعة الحرب في غزة حرب متفاقمة تستشري في المنطقة الفرقة أصبحت كبيرة التوترات بدأت في أن تستشري وتتمدد في مثل هذه اللحظات الحاسمة من الواضح أن نتحلى بالصدق والأمانة وكذلك أن نحمي المدنيين أنا أدين أي اعتداء بدءا من السابع من أكتوبر في الحملة الإرهابية التي شنتها حماس ما من شيء يبرر قتل المدنيين أو إطلاق الصواريخ والقظائف ضد أهداف مدنية كذلك يجب تحرير الرهائن فورا دون شرط وبالطبع نحترم حماية الأسر وعائلاتهم السيدات والسادة أصحاب المعالي من الأهمية بمكان أن ندرك أن الحرب التي أشعلت نيرانها حماس يجب إداناتها وكذلك أن نضع حدا للاحتلال الخانق لفلسطين وغزة معا طريق بناء المستوطنات فالاقتصاد يتلعثم ويتعصر والمباني تزال وتباد يجب أن يكون هناك حل سياسي ولكن الحلول السياسية بعد هذه النكبات بدأت فيها أن تتلاشى وبالطبع ما من شيء يبرر الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس وما من شيء يبرر العقابة الجماعية التي تنتهجه إسرائيل بحق الفلسطين القواعد هي الحاكمة إذن علينا أن نذكر كل الأطراف أن هناك قانون إنساني كذلك يجب وقف أي حروب أي هجمات تستهدف المدنيين وتستهدف المستشفيات وتستهدم المرافق والبنى التحتية المدنية التي تضيف ستة آلاف فلسطيني إن القصف من قبل القوات الإسرائيلية وتدمير الأحياء والمجاورات بدأت في أن تستشري ويجب إداناتها كذلك فأنا أدعو كل زملاء تحت مزالة الأمم المتحدة في أن تضع حل وأن توقف هذا القصف على غزة الذي دام طيلة أسبوعين كذلك أود أن أدين كل هذه الأعمال الإرهابية وعلى نفس القدر كل أعمال القتل إن حماية المدنيين أمر في غاية الأهمية في أي صراع لا يمكن بحال استخدام المدنيين كدروع بشرية فحماية المدنيين لا يعني أن نطلب من أكثر من مليون شخص أن نطلب إجلائهم دون غزاء دون شراب دون مأوى دون مسكن دون ملبس دون أدوية كذلك فإن هذا الانتهاك الصارخ ضد حقوق الإنسان الذي تشهده غزة لأكون واضحا ما من أي طرف في أي صراع يكون فوق سيادة القانون الإنساني أصحاب المعالي بشكر نحمد رب على إيصال المساعدات الإنسانية وبداية توصولها إلى غزة إضافة إلى ذلك فإن الأمم المتحدة عليها أن تسعى في هذا الأمر حتى لا تحدث كارثة أو حتى يتأخر المؤن الغزائية في الوصول والمياه الصالحة للشرب يمكن أن تتأخر إلى غزة إن شعب غزة بحاجة إلى مساعدات على الفور لأن بدأ ناقوس الخطر أن يدق ويجب تقديم المساعدات الإنسانية دون قايد أو شرط وأنا أحيي شركائنا القائمين على المساعدات الإنسانية الذين يسعون لتوصيل المساعدات الإنسانية لتقديم المساعدات لمن يحتوجونها هذه هي تطلعاتنا اليوم فإن هذه المعاناة وكذلك تحرير الرهائن أنا أكرر وجهة نظري في وقف إطلاق النار على الفور السيدات والسادة أصحاب المعالي حتى في مثل هذه اللحظات العصيبة والتي يحدك بها الخطر يجب أن نعمل لإحلال السلام وحل وإعمال حل الدولتين إن إسرائيل يجب أن توقف إطلاق النار والفلسطينيون من حيث يهتهم يجب أن يسعون لتحقيق دولتهم وفق قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة وأخيرا علينا أن نكون واضحين في احترام كرامة الإنسان والحضارة الإنسانية لأن الحضارة الإنسانية أصبحت على المحكة وكأننا أمام تسونامي أخير وكل صور الحرب ممنوعة السيدات والسادة سيد رئيس اليوم فإنه يوم للأمم المتحدة والذي يماثل اليوم الثامن والسبعين لمثاق الأمم المتحدة الذي ينادي ويعول علينا في إحلال السلام وإعمال حقوق الإنسان في مثل هذه الساعة العصيبة أنا أحثكم جميعا على وقف هذا العنف الدائر ووقف إطلاق النار أشكركم شكرا جزيلا أنا أشكر معالي الأمين العام على هذه الرسالة وعلى هذه الأحاطة والآن أمنحها الكلمة لسيد فينيلاند شكرا جزيلا